أهلا بكم مشاهدنا من جديد وحول السوق المحلي وإغلاق اليوم ينضم إلينا في السوديو سعود البتال محلل الأسواق المالية أهلا بكم سيد سعود يهلا ومرحبا فيكم أشكركم على استضافة شكرا لك بالبداية المؤشر اليوم يعني المؤشر ينخفض بواحد بالمئة يرتد إلى منطقة الخضراء ويغلق على ارتفاع كما شهدنا يعني تدبذب العالي لم نشهده في الجلسات السابقة لماذا شهدناه في جلسة اليوم نعم بداية السوق السعودي كان أداء في الفترة الماضية في انحدار وتذبذب وتأثر كبير جدا بنتائج أعمال الشركات من الطبيعي أن يكون التذبذب مستمر وحتى بعد نهاية النتائج بعد نهاية النتائج عادة ما يكون هناك استحقاق أو توزيع للأرباح المستحقة في الأيام الماضية فهناك انتظار هناك تربص وانتظار بهذه النتائج كيف ستكون أو هذه التوزيعات كيف ستكون وكيف أو ما هو مصيرها بعد توزيعها هل ستعاد إلى السوق أم ستنتقل أو تبقى في المحفظة كأرباح متبقية أو كرصيد مالي في المحفظة فمن الطبيعي أن يكون هناك تذبذبات عالية تأثر السوق السعودي بالنفط كان كبير خاصة في جلسة الأمس في جلسة الأحد كان كبير جدا أضيف إلى ذلك ارتفاع الأسواق العالمية لم يؤثر بشكل كبير في حركة السوق السعودي بل كان هناك انخفاض وتجاوبا أكثر مع انخفاض النفط في الأيام الماضية بالنسبة لحاجز 7200 نقطة منذ عام 2013 لم يغلق دونه أكثر من جلسة هل تشكل نقطة دعم حاجز 7200 نقطة يمكن الاتكاز عليها أم أنه عرض للكسر نتيجة الوصول إليها أكثر من مرة في الفترة الأخيرة حينما نتحدث عن 7200 فإنه فقط حاجز فني وليس حاجز نفسي الحاجز النفسي هو مستويات 7000 نقطة التداول أدنى من مستوى 7000 نقطة يعتبر سلبي على المدى القريب وأيضا على المدى البعيد إذن بقاء المؤشر أعلى من مستوى 7000 نقطة يعتبر إيجابي بغض النظر أن كانت 7200 نام 7100 استمرار المؤشر أعلى من هذا المستوى يعني هو إيجابي ولكن انخفاض أدنى من هذا المستوى من مستوى 7000 نقطة يعني أن المؤشر قد يزيد من انخفاضه وقد تقل السيولة أكثر وقد تخرج سيولة أكثر من السوق خلال الفترة القادمة ولكن إجمالا السوق قد يكون متذبذب وعلى انخفاض بمعنى تذبذب على انخفاض حتى بداية أو منتصف شهر ديسمبر القادم نعم عندما نبحث عن عوامل تحرك السوق نجد الأغلب سلبية حيث تراجع ربحية الشركات وارتفاع العجز العام وتراجع أسعار النفط هل هناك عوامل إيجابية برأيك؟ عوامل إيجابية عن ماذا بالضبط؟ عن العوامل الإيجابية التي تحيط في السوق السعودي طبعا السوق السعودي حاليا يمر بمرحلة تقريبا ضرر كبير بما يخص بالنفط ومجريات سوق النفط طبعا هذا الانخفاض وهذا الحادث أو الذي يحدث حاليا بالسوق طبعا أثر عليه بشكل كبير نتائج شركات المنوك فانقطاع المصرفي كانت أرباحها المجمعة أقل بكثير من المتوقع لذلك شاهدنا انخفاض في البنوك بشكل كبير هناك مكررات أرباح كانت أقل من المتوقع انخفضت كثيرا ولكن إجمالا السوق الآن في مناطق شراء لمدة شهر قادم والتذبذبات الحالية تعتبر هي مناطق شراء مناسبة جدا لمن يريد أن يقتنص الفرص بأقل الأسعار نعم طيب موسم التوزيعات النقدية في الربع المقبل هل سيكون كافيا لجذب سيولة للسوق برأيك؟ بالنسبة لموسم التوزيعات النقدية سواء الحالي أم القادم هو مرتكز بشكل كبير على حركة النفط ومرتكز أيضا بشكل كبير على ما تقول إليه طبعا العوامل المؤثرة وأقصد بذلك العوامل المؤثرة حوالي المملكة العربية السعودية من أخبار انتهاء سواء أزمة سوريا أو انتهاء أزمة اليمن أو على الأقل وجود حلول لأن هذا يزيد من الاقتصاد ويعجل حركة الاقتصاد في المملكة العربية السعودية ويوصل أيضا الاقتصاد إلى مراحل أفضل وتفاؤل أكبر من قبل المستثمرين غير ذلك سنشاهد قد نشاهد هجرة بعض الأموال إلى دول أخرى وهذا ما لا نأمل إن شاء الله حدوثه نعم طيب تسعى تداول لتسويق السوق كما ذكرنا في النشرة في العواصم المالية في العالم لجذب المستثمرين حتى الآن تداولات المستثمرين الجانب ضعيفة إذا صح القول هل ما ينقذ السوق هو التسويق فقط برأيك؟ لا أعتقد أن المملكة السعودية هو السوق السعودي يحتاج إلى تسويق فالسوق المملكة السعودية يعتبر من أكبر الأسواق الناشئة في الشرق الأوسط والسوق المملكة السعودية هو بحد ذاته يسوق نفسه للعالم ككل طيب ماذا برأيك لم تصل أو لا يوجد مستثمرين أجانب إلى حد الآن ونسبتهم ضعيفة جدا؟ هو مثل ما ذكرنا سابقا الظروف المحيطة والمنطقة الجغرافية المملكة السعودية تجعل المستثمر الأجنبي يتخوف من دخوله كمستثمر هناك فعلا دخول أموال في المملكة السعودية وفي سوق الأسهم السعودي ولكن هذه الأموال تعتبر من الأموال الساخنة التي تخرج تحقق أرباح في فترة وجيزة ثم تخرج مباشرة تحول المستثمر الأجنبي وأنا هنا أطلق عليه المستثمر لأننا كنا نتوقع أن يكون مستثمر تحول من مستثمر إلى مضارب يدخل بأمواله ثم يخرج بعد ثلاثة أيام أو أسبوع من السوق طبعا أعتقد أن هذا يحتاج إلى رقابة من هيئة سوق المال حتى لا تحدث هناك مخالفات من قبل المستثمرين الأجانب سواء كانوا مؤسسات أو أفراد الأستاذ سعود البتال محلل الأسواق المالية شكرا أن وجدك معنا في الستيديو يا أهلا محبسيكم أشكركم